أوعى تسمع خداع هؤلاء الناس العايشين غنيا في قصورهم اقرأ الكتاب لماذا لا تقرأ الجيل؟ آه أول جملة بقولولك محرف مين اللي حرف؟ متى حرفه؟ ولماذا حرفه؟ ولمصلحة من حرفه؟ ومن هو المستفيد من التحريف؟ السؤال الذي يبقى لماذا يروج رجال الدين على هذه الآية بدون النص؟ أمثال ديدات طبعا قبل ممات وذاكر لماذا؟ هذا سؤال كتير كتير مهم السؤال لماذا الدجل؟ لماذا الكذب؟ مع إنه معلوم للأسف يعني خلينا أقولها بمحبة بس هذا حقيقة في بلادنا إنه الأغلبية الصاحقة لا تقرأ ولا تتعب نفسها بالبحث يعني بكلمات أخرى سياسة القطيع كما عهدنا في الشرق أو كما هو متعارف عليه استخدم الدين كسلاح حتى تكون قوي حتى تحصل على الشعبية وحتى أيضا للأسف تحصل على المال والغنى أليس القيادات؟ أين المثل بالقيادات؟ لماذا كل القيادات أغنية؟ لماذا كل القيادة السياسية أغنية؟ بينما أغلب الشعب عم يحارب عن شيء؟ يعني مش لقيله حتى وبنفس الوقت شعبنا مش عاوز يتعب نفسه إنه يبحث ويسأل حتى يعرف لأنه أبديتك وخلاصك متعلقة بهذا الموضوع أكيد ذاكر نايك أو ديدات أكيد قرأوا الكتاب المقدس أكيد قرأوا كله أو على الأقل الإنجيل ليه؟ لأنه هذا ضروري لأنه الفكرة أنه هدول الجماعة متخصصين بالدفاع عن إيمانهم طبعا عن طريق الهجوم فإذن إذا أنت قرأت الكتاب كونك أن تروج آية خارجة عن الصياق وعن روح وتعليم المسيح لماذا؟ فإذن أستطيع أن أستنتج إنه الشخص لأنه أنا بتكلم اللي عارفين الكتاب اللي اقتبسوا هاي الآية مع إنه مثل ما شفنا سياق الحديث بختلف كليا فالسؤال ليه؟ ليه؟ على فكرة أنا بحترم كل الناس ولكن لا أحترم هؤلاء العلماء الذين يستخدمون التزوير والتحريف يعني هذا يعني إنه الشخص اللي بيستخدم هذا الأسلوب هو شخص فاسد سمعها شخص فاسد جدا 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 أو من ناحية أخرى لأنه بيظهر ضعفك إنه لا توجد عندك الحجة ولا الدليل والقضية إنك أنت بتهاجم حتى تدافع عن عقيدتك مثلا إذا الإسلام يدعو الإسلام للقتل فأنت لازم يعني تجيب آية في الإنجيل تلبسها ليسوع المسيح حتى تقول مش بس إحنا الإسلام كمان أنتو بتدعو القتل ريلي؟ هل هذا حق؟ ما فيش آية واحدة في الإنجيل في العهد الجديد تدعو إلى القتل أو العنف وطبعا إذا بتوصلوا هذا المعلومة لمستر ذاكر ممكن يتواصل معاي وخلي يثبت لي وأنا برد عليه من الكتاب المقدس حتى مش مش راح أستخدم آياتكو يعني لأثبت يعني آيات العنف مش راح أستخدمها ولكن واضح لأنه ضعيف جدا وفاسد جدا بيستخدم الكذب وبيستخدم الخداع وبيستخدم المكر وهذه كلها صفات الشيطان فشو اللي بيصير بيبتدي بالتزوير والتحوير والتحريف بل التخريف أيضا وهذا يقودك إلى الدينونة سمحوني يمكن شوي شديد في هذه الحلقة لأنه أبديتك متعلقة بإيمانك بالمسيح أوعى تسمع خداع هؤلاء الناس اللي عايشين غنية في قصورهم اقرأ الكتاب لماذا لا تقرأ الإنجيل آه أول جملة بيقوله لك محرف مين اللي حرفه متى حرفه ولماذا حرفه ولمصلحة من حرفه ومن هو المستفيد من التحريف ونسخ الكتاب المقدس كانت نسخ عديدة لا حصر لها قبل الإسلام فلماذا هذا الإدعاء وهل توجد آية واحدة تثبت أن الكتاب المقدس محرف يمكن بتقول عن بعض اليهود اللي كانوا بيسمعوا بياخدوا الكلام بيحرفوا الكلام لكن مش الكتاب ليه؟ ليش بتفقد أبديتك وخلاصك بسبب ناس مضللة رايحين على جهنم مش مبسوطين أنوا رايحين لوحدهم لازم يأخذوا أكبر عدد ممكن من الناس معهم للتضليل وللذهاب إلى الجحيم أو أنه خليني أعطي العذر ممكن يكون هذا العالم جاهل جدا وأعمى جدا لا تعرف الكتب المقدسة فأنت بتلاقي لك هاي هون وأي هناك بتحاول تستخدمها وتضرب فيها بس إذا أنت بتعمل هيك معناته أنت إنسان كافر تكفر بكتابك الذي قال وشهد عن الكتاب المقدس خليني أحكي الاقتباسات بسرعة سما هدى ونور هدى ورحمة كتاب الله كلام الله هدى للناس ألم يقل كتابك وإن كنت في شك مما أنزلناه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك بتحط نفسك فوق تعليم المسيح يا للخصارة يا للعار يا للعار أنا بدعوك اليوم إلى التوبة مثل ما الأخ باب من الجزائر وهو يقرأ اكتشف عندما ابتدأ يقرأ بالإنجيل بس اقرأ ابتدأ يكتشف أنه لا هذا إنجيل خلاص محبة هدى نور بحول الإنسان من الظلمة إلى نور الله العجيب تذكر أنه يوم من الأيام سوف تقف أمام يسوع المسيح الديان ورح تسمع صوت القضاء ليس القتل بل أصعب من القتل لأنه الناس في سفره يا جبال أسقط علينا غطينا من وجه الجالس على العرش يعني بيتمنوا الموت مكتوب بيتمنوا الموت ولا يجدوا الموت فيه يعني دينونة أصعب من هذه الدينونة بل سوف تتعذب في جهنم النار إلى أبد الأبدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة